استقبل رؤساء كنائس الأراضي المقدسة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بكنيسة المهد في مدينة بيت لحم حيث رافقوه في جولة داخل الكنيسة وأطلعوه على أعمال الترميم الجارية فيها وفي بداية الاستقبال ألقبط ريارك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن كيريوس كيريوس ثيوفلوس الثالث كلمة رحب فيها بسموه في مكان مولد السيد المسيح مؤكدا غبطته تقدير رؤساء الكنائس لاهتمام ولي العهد البريطاني وحرصه على الحفاظ على الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة